انا ما شفتش سوق بيدرب زوجته كده يعني زي ما يكون بيدرب واحد صاحبه او في حرب بينه وبين الزوجة ما تشاتم تشالها معي او ما تدربتش ألا معي هدبني بالكراح وحافظت التناعة على عبته شعور فظيع يعني ان واحدة تبقى قاعدة في بيت اهلها ما فيش حد ميديده عليها معززة مكرمة الاخرتي جيت اتهلم دور بدأ اهلم حكايتي ابتدت انا بعيني سنتين ابتدك لما اكتشفت من ابو ابني المزور في عيسان الجوازي بتاعتي نفس عسيم الجوازي بصورتي وبينيتي بس عليها صور ستات تانين اتجوزت في 2008 ودمتي الزيجة لحد 2015 في طول فترة الجواز دي طبعا ضربه اهلات ومشاكل وانا تعبت معايا في الحادية وسبت له البيت وقعدت عند قهدي لمدة سنتين وما اصالحش حالو متجوزته اسبوع في الثاني في الثالث مش عايز ينزل للشغل هاخد الدهب بتاعي كبير وكده خد الدهب باعه وخد الفلوس ومشفتوش عمل بها اي حاجة فقررت ان انا اهرب واسيب البيت هربت بهدوم البيت اللي علي جي ضربني وانا حملت شغلين في بنتي قابلي كسلي مناخيري بقتي عواج اسبوعين وشقق علي شعري وشي ورم بالعافية نزلت بعد ان ما انزيف وقف نزلت لجوزتاشفا الدكتور كان عايز اعمل ما حدو بق انا مرتش ومت جوزي ضربني كنت لسه في أول شهر راجع ويوميها أنا فعلاً روحت إلى المستشفى لأن جالي نضيف جامت وكان خايف إن أنا أقول حاجة إن هي الضرور يعني يعني كان يمسكني يضربني يعورني يكسر لي إيجي يكسر لي رجلي مرتين كان عاوز يقتلني يعني ضرب ضرب فظيح المرة ضربني على فك بتاع بقي ده فد البقي ده كان هيتعاوب ومرة تانية كان هيقتلني خنقني عادت شهرين بموت كنت بخافي أنام لحسن يقتلني وأنا نايمة كنت وافي الباب علي من المفتاح ويحصل مشاكل ونفسيت إمي تعبت وجاله بقاء وصلت لدرجة يعني أبسط حقوقي إن أنا أنام زي أي بني أدم عادي ما كنتش بقدر أنام من الرعب كنت بخافي يقتلني وأنا نايمة جسمي بيجيب دمي من كترة ضربة بكابلة بكهرباء وبقيت صابرة برضو بقول يمكن يتغير أو كده وصلت لدرجة إن أنا خلاص صحتي مش قادرة مش قادرة أستحمل واجع مش قادرة مش قادرة عيش حياتي كده في عندنا طبعا عدد جامد جدا من الأمهات بيعانوا من العنف البدني أو عانوا من العنف البدني وما كانش نافع إن هما يدللوا على العنف اللي وقع عليهم طب حتجيب شهود منين جوه البيت في عندنا حالة يعني هو كبها من البلكونة وهي حامل وتوفت في حالات كمان أهليهم بيقفوا ضدهم يقولوا لهم لا ما عندناش طلاق لحد ما بيقولهم هم ميتين هو طلاق بنته معي ما يعرفش شكلها ما بيصرفش عليها أنا ابني عنده أربع سنين بنروح بنعمل التعيين نفسي وتخاطب عشان خطر البلد لسانه تقل من كتر الموقف اللي مر بيها وشافها بيسقلوا نفسيا ما بيصرفش عليه وبيتعبوا في حياته ومش ما خليه يعيش منع عنه حق الحياة إن هو إن هو يصرف عليه طفلة عنده عشر شهور بيمضرب بيترمي على الأرض علشان بيعايت علشان جعان فأنا مسكت في ابني وقعدت عايت ووطيت على رجل بسته وقلت له أبوس إيدك أنا أنا مش عايزة بنيحصل في كده لأن في حالات الأبهات بيمدوا إيديهم على الأطفال حتى الموت قلت له بنتك هيك تسعة شهور ساعتها مش عايش ولا سأل عليها ولا بيصرف مسك بنته قلبي يدرميها في الأرض أهلي جمحة دوني من البيت بعد مشكلة كبيرة بعد ذي هو جي عند البيت عندي وحاول إن هو يتعدى علينا وجاب أم بوبة قدام البيت وكان عايز يولع في البيت وبيتهمني بإن هو يشغل صمعاتي العنفة برضو ما توقفش طبعا في المدارس بيدايقوا أولادي هو وإخواته بيتهجموا علي وانا ماشي عملت مليون ألف ومحضر وعملت مليون عدم تعرض برضو العنف ما توقفش بعد التلاق وعملالو كاز قضية ومخدتش حقه ولا مخدت خالص لحد دلوقتي قلتلتا بدي نبني وانا وانا عامش قال لي قال لي بعينك تشوفي تاني لقيته داخل علي بالولد منظر قطع القلب ابني جاي عيني اللي اتنين ورمين ما فيش صوت خالص كأنه كانوا عياد كتير مش قادر يعياد تاني خدوا ده وارم ابني طبعا أول ما شافني ترام علي كأنه كان غريق كده وتعلق فرقاتي بتكلم بقى ان في عنف من ناحية تانية التهديدات اللي بتقع على الأم من بعد الطلاق انه بيلوي ايديها المطلق أو مطلقها بولادها بيهددها انهم ممكن يخطفهم ان هو مش عاوز يدي حقه أولادي الستي دي جابتهم لوحدها ده مش قب ولا ده قب في البطاقة بس مش عارفة أدخل شقة ولادي وقعدة مع والدي ووالدتي في البيت عشان مش عارفة أخد شقة الحضمة بتاعت أولادي أولادي تعبوا كنت باودي الولد رؤيا بيهني وبيبقى ديني في مركز الرؤيا قدام الأمن وقدام الناس المسهولة جاب مرتين فيهم ناس تخطف الولد تاني مرة كان فيها تقرير تب بيه ساعات يتصل يهدد يقول أنا أعرف بلطاقية أنا أعرف مساجلين خطر هجيبهم هيولعوا لكوا في البيت وأخد الولد وهمشي عشان تب بترفيع أضايا المجتمع بيشوف المطلقة بشكل دوني جدا دوني جدا ما ده نوع من أنواع العنف كمان بتلاقي أهلها بيقفوا ضدها بتلاقيها هي في شغلها بعد الطلاق اللي معها في الشغل بيتعاملوا معها معاملة مختلفة كأنها تلع لها أنياب بعد ما اتطلقت بالإضافة لو مش نافع إنها تلاقي مكان تلاقي مكان تبقى الشقة للحاضنة لكن تعالي طبقي مش هتلاقي واحدة متمكنة من شقة الحضانة ولاي الأول اللي تلاقيهم متمكنين من شقة الحضانة ما ده نوع من أنواع العنف طب هي تعيش فين هي ولادة تعيش فين علشان تاخد شقة قانون جديد أول ما يفهموا إنك مطلقة بيلفها في دماغه مليون لفة يعني متهضة من كل ناحية إحنا بنتمنى إن الدولة من الدولة إن يكون في عقوبة جنائية ضد أي تعنيف بدني ضد الأم أو والطفل اشتركوا في القناة